منورنا يا سيد مصرحة إذا حضرتك؟ الحمد لله وراء الله كله تمام؟ تمام الحمد لله وإحنا لسه قبل ما نبدأ الحلقة قلتلي يا ستوديو عشرة هلقى بالستوديو ده؟ ده؟ ده عشرة وقد يكون المكان اللي احنا عاديين فيه ده الله أعلم يعني في هذا اللوكيشن يعني أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا أول مرة أول مرة كنت طالب في معدى على الفور المصرحية كان مسلسل رحلة السيدة أبو العيل البشري كان إخراج المخرج العظيم الكبير محمد فاضل محمد فاضل أسامة أنور فأنا أول ما دخلت الستوديو عملتلي فلاش باك لخمسة وثلاثين سنة فاته يعني أنا بدأت محترفا من خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة ليه دخلت معدى الفنون المصرحية؟ يعني بقى الحدوتة من بدري أنا أسماع اللاوي كعلة الأقاليم كل من ينتمي للأقاليم عموما يعني ما فيش أي مكان المكان الوحيد اللي ممكن أي حد فينا يبارس فيه هواياته بشكل عام يعني وبذات التمثيل في أصول الثقافة فأنا إسماع اللاوي فبدأت في أصول الثقافة في إسماعالية وبعدين أنا خارج هندسة فأثناء دراست لهندسة كنت بعمل مصرح في هندسة أنا كنت عاوز أخش معك في المصرحية من الأول خالص إنما أبويا طبعا قال لأ أنت جايب أجموع كواس في هندسة فخش هندسة خلص هندسة وبعدين بقى أعمل إنت عاوز تعمله إني وخلصت هندسة فخلصت هندسة وأنا فدخلت الجيش لما دخلت الجيش كان إجباري كل خارجين طب وهندسة بيخشوا زباط احتياط فأنا دخلت الجيش زباط احتياط وأنا في الجيش قدمت في المعهد فانجحت في المعهد خلصت الجيش كملت في المعهد لأن أنا عاوز أبقى ممثل يعني أنا ممثل مع سبق الإصرار والترصد ده كل الإصرار آه كل الإصرار خامس سنين هندسة وثلاث سنين زباط احتياط وثلاث سنين زباط احتياط أدي كده ثمان سنين ثمان سنين واربع سنين في المعهد يبقى كده 12 سنة 12 سنة 12 سنة هاوياً يعني دراست المعهد برضو أنت لسه بتعدك كي تكون محترفاً فأنا كنت مستمتع الحقيقة يعني وما زلت حتى هذه اللحظة ما أحدتك فيها مستمتع بهذه المهنة أنا بحب التمثيل